تل أبيب تعد العدة تحسبا للرد على هجوم حوثي محتمل والجيش الإسرائيلي جهز بنك أهداف إضافي في اليمن وفق إعلام إسرائيلية يأتي ذلك بعد أن أصدر نتنياهو قرارا بالتجهيز لشن ضربة عسكرية جديدة في اليمن حال شن الحوثيون هجوما جديدا ردا على ضرب الحديدة وبحسب قناة الآن الرابعة عشر الإسرائيلية فإن الجيش الإسرائيلي وضع بالحسبان أن الحوثيين سيوجهون ردا جديدا وقد حدد بنك أهداف بناء على السيناريوهات المحتملة القناة نقلت عن مصدر عسكري إسرائيلي أن الهجوم على اليمن لن يكون الأخير وأن هناك خطة مصادقة عليها لشن هجمات إضافية وسوف تنفذ على مراحل وفق طبيعة الرد الحوثي الرسالة الاستراتيجية الأهم من الرد الإسرائيلي وفقا للقناة هي رسالة مواجهة للإيرانيين مفادها أن واشنطن لن تثني تل أبيب عن الرد بقوة خشية توصع الصراع كما قد يتصور الإيرانيون وأوضحت أن تهران حين تدقق في العملية التي نفذتها إسرائيل لن تنظر إلى القدرات الهجومية ولكن إلى الغطاء الذي تحصل عليه إسرائيل من الأمريكيين والذي يتمثل أيضا في السلاح الأكثر تطورا في الشرق الأوسط أما الرسالة الثانية فتتعلق بقدرة سلاح الجو الإسرائيلي والذي يعد الذراع الطول للجيش على الوصول إلى الأراضي الإيرانية من واشنطن ينضم إلينا الدبلوماسي السابق والباحث في مركز أبحاث الدراسات الدولية بواشنطن بسام برابندي أهلا بك سيد بسام معنا على شاشة الحدث إذن إسرائيل لديها بنك أهدف آخر غير ميناء الحديدة وكان الحوثيون توعدوا أيضا برد مؤثر على إسرائيل وهذه الدربات على ميناء الحديدة يعني بداية هل نحن إذا تصعيد آخر مقبل كما حذر أيضا المشاركون في هذه الجلسة من مجلس الأمن يعني للأسف عندما تسمع كلمات مجلس الأمن أعضاء مجلس الأمن مع التقرير الذي قدمت فيه حضرتك بتحسي كل المطيئة كلها نار يعني ما فيه ما فيه ما فيه أمل ما فيه بارقة أمل باستقرار أو بهدوء يعني الإسرائيلي أكيد جدي بقصف مواقع جديدة في اليمن والحوثي أعتقد أنه جدي بأنه سيحاول إعادة قصف إسرائيل أو بعض المناطق المدنية في إسرائيل وهذه دائرة دائرة مفرغة يعني بعدم وجود حل سياسي لكل الأزمات بشكل مترابط بشكل أو بآخر سنبقى في هذه الحلقة المفرغة إسرائيل لديها القدرة كما تفضل تقريركم الجوية والعسكرية والتقنية أن تصل لكل أعدائها سواء كان إيران أو الحوثي وسمت العملية اليد الطولة وكانت الرسالة أيضا لإيران وهنا سيد بسام يعني يبدو أن الهجمات الإسرائيلية أو الضربات الإسرائيلية على ميناء الحديدة لم تؤثر بشكل كبير عسكريا على الحوثيين ولكنها أضرت بالمدنيين فأهمية هكذا الضربات الآن لم تؤثر بل بالعكس يستفيد منها الحوثيون الآن في خطابهم شوفي صحيح هو نوعي من هالكلام كلامك صحيح يعني الإسرائيلي بداية المدني اليمني أو المدني السوري أو لبناني هو الذي يتأزى من ما تقوم به إسرائيل الحوثي كلما يتم قتل يمنيين أكثر وتدمير أكثر لمناطق المدنية يعتقد بأنه يستطيع أن يستوعب أعداد أكبر ويساعد على تشجيش الناس أكثر معهم ولي قضيته ضد الإسرائيلي مرة أخرى الإسرائيلي غير معني بما تقوم به الحوثي بالمعركة الداخلية كان هناك اتفاق سابقا أمريكي إسرائيلي بأن الولايات المتحدة ستقوم بحماية إسرائيل من الحوثي بداية حرب غزة وعلى أساس أن لن يكون هناك توسع أو اتقال الحرب الخليمية التي دائما يتحدث بها الأمريكان الولستريت جورنال اليوم بناء على هذه الجلسة هم كتبوا لو كانوا الأمريكان هذا إدارة بايدين لو كانوا هم جديين بمنع قيام أو توسع هذه الحرب كانوا ردوا على إيران عندما إيران اعتدد على عساكر أمريكان في الأردن كانوا اعتددوا على إيران أو أوقفوا إيران عندما قتلت عساكر لهم في سوريا أو في العراق الضعف العسكري الخوف الأمريكي من التصعيد الإيراني يعطي إيران وحلفائها أو القوة المعنوية بأننا نستطيع أن نؤدي أمريكا نستطيع أن نؤدي إسرائيل دون أن ندفع السمن عمرياً هذه هي المطقة للأسف مرة أخرى البلد التحتية في هذه البلدان سوريا، العراق لبنان، اليمن كلها تدمرت، يعني، أو غير فاعلة نتيجة هذه الحرب العباسية الأديولوجية تسميتها التي تستفاد منها إيران بتدريب بتدمير بيوتنا فقط تقول أنا أحارب إسرائيل في ملاحظة أخيرة قبل ساعة من هذا على الحدث كان هناك أحد أباحثين الإيرانيين الذي كان يطلب يعني يقول أن الإدارة الأمريكية يجب أن تأتي للأمريكان وتعطيهم حسن النية ولكن إيران بكل تعاملها مع المنطقة ليس فيها غير لا يجد فيها أي حسن نية فيها بالعكس فيها جبرود أكثر نحن نستطيع أن نأذي أكثر إذا لم تأتوا بشروطنا وبالتالي هنا سيد بسام حين نعود لكل هذه التطورات الأخيرة المسايرة الحوثية المطورة والتي وصلت إلى تل أبيب يعني إسرائيل اعتبرتها رسالة إيرانية على مدار الفترة الماضية الحوثيون استغلوا الهدنة ووصلت كم كبير من الحملات والأسلحة إلى ميناء الحديدة من قبل إيران وخبراء يعني هل يفهم بأن كل ذلك جرت تحضير له حتى نصل إلى هذه اللحظة كما تقول بأن إيران هي التي تضغط إيران تضغط تستفاد من كل شيء حتى تقوي موقفها التفاوضي مع أمريكا يعني أذي كامران ثاني زريفي وزير خارجية إيران السابق هو كان يقول بأن اختلافنا كان مع أمريكا على تقاسم النفوذ في الشرق الأوسط في منطقتنا يعني هذا كان جزء رئيسي من الخلاف الأمريكي الإيراني وبالتالي إيران ما تستفيد منه اليوم بتقوية هذه الحوثي حزب الله الجيشات الشيعية من نظام بشار الأسد هي فعلا فرض مرة أخرى فرض عضلات إيرانية ضد إسرائيل إسرائيل تقصف مناطقنا العربية تقتل العرب ولكن لا تقترب من إيران يعني حتى الخزعلي قدر الإيرانيين العراقيين في العراق هو قال على أحد وسائل الإعلام بأن إيران تقصف الأمريكي والأمريكي يقصف العراقي يعني هذه معادلة غير رسمية أعتقد مرة أخرى يجب أن يكون هناك بغياب حل سياسي حقيقي لن يكون هناك هذه الإدانات وهذه الجلسات لن تؤدي إلى أي نتيجة يعني اليوم الولايات المتحدة وفرنسا وبيطانيا هم تحدثوا تماما كما ذكرت الرسالة الإسرائيلية مجلس الأمن إدانة الحوثي فقط عقوبات عليه وتهديئة تهديئة المطيق حتى لا يكون هناك تبجير أكثر اليوم سنصف بعد قليل الروسي والصيني لن يكرر هذا الحديث سيتهم الأمريكان بأنكم أنتم من تزدتون الزيت على النار يعني أنتم الذين قصفتم الحوثي بداية وعليكم إقاف غزة الدول الباقية سيتكلمون عن موضوع الإنساني ليس لهم علاقة بالحرب الدول العشرة الباقية عمليا هذا هو التوازع ولكن الأساس الحقيقي أعتقد بأنه بغياب إرادة سياسية حقيقية لحل نزاعات اليمن سوريا غزة دائرة العلوف والتطرف الموجودة في المنطقة هي الغالبة للأسف نتنياهو بتطرف وبعدم رغبته بحل غزة بوقف اطلاق النار يغذي الحوثي وحزب الله وبشار الأسد وإيران وحركات الشيعية الولايات المتحدة المنشغلة الآن بهذا السراع الانتخابي الذي يشتعل أكثر وأكثر بعد انسحاب بايدن يعني كيف ستتعامل مع هذا الملف سواء المتعلق بوقف اطلاق النار في غزة ونتنياهو ذاهب إلى واشنطن وأيضا على رأس المطالب لنتنياهو أيضا هو ملف إيران شوف الآدقة هذه الدارة ستكون ضعيفة يعني بطبيعة الحال الرئيس مختفي يعني هو ملفت للنظر أن الرئيس اختفى بعد أن أعلن أنه لن يستمر بالحلة الرئاسية اختفى لا أحد يعرف حتى هناك بعض النكت هو يقول أنه قد لا يدري أنه يعني أنه ليس هو موجود في الحلة الانتخابية قد يعود مرة أخرى يقول أن الرئيس ستستمر بكل أحوال بغض النظر ما سيكون في البيت الأبيض من الآن حتى الشهر واحد يعني إدارة ضعيفة يعني ستكون مستهلكة داخليا مستهلكة انتخابيا ليس لديها الصورة القادرة أن تقود العالم